ولأن إحنا بدأنا فإحنا بدأنا بحاجات كتير واشتغلنا على حاجات أكتر وكل شوية هتلاقي دايما دايما فيه شيء ما جيد سعيد مبهج يضيف إلى المجتمع وعقول الناس هتفضل طول الوقت تشتغل طول مهمة شايفين أنه الدولة مخلصة في جهدها وفي عملها تجاه المواطن المصري فهتلاقي الناس مستعدة دايما تقدم السبت والحد والاثنين والثلاث والآخر الأسبوع ولا حتى آخر السنة فهتشوف مثلا أفكار أفكار زي طلعت بيها الكاتبة سماح أبو بكر عزت احنا عارفين حياة وكريمة وعارفين القصة بتاعة قناة السويس وتحرير السفينة التي كانت جنحت فيه الرمال وما إلى ذلك والعالم اللي تكلم فيه أقل التقديرات على ثلاثة أربع أسابيع والمصريين بأمر ربنا سبحانه وتعالى قدروا أنهم يحرروا هذه السفينة في الست أيام النهاردة بقى تجد تقدير الحقيقة رائع جدا من فخامة الرئيس للرؤية والكاتبة سماح أبو بكر عزت فيستقبلها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي زي ما احنا عارفين الكاتبة والرؤية سماح أبو بكر عزت متخصصة في الكتابة للأطفال أدب الأطفال الرئيس النهاردة فيه لقاءه لأستاذ سماح عبر عن متابعته وهو بشكل مباشر لأعمالها الأدبية اللي ألفتها واللي حازت على إثرها على العديد من الجوائز المحلية والعربية والدولية وأكد سيادة الرئيس أهمية أدب الطفل في التوعية الهادفة للأجيال المستقبلية بشكل مبسط ومستساغ بخصوص بقى محاور الأمن القومي بنعرضها على الأطفال من خلال هذا الأدب سبل تحقيق التنمية المستدامة بنعرضها ونفاهمها ونواعي بها الأطفال من خلال هذا الأدب البسيط الزكي في نفس الوقت أيضا إذكاء الحس والروح الوطنية ترجمة نانسي قنقر